طفح الكيل يا قطر هذا ما تثبته الحقائق والمعلومات بشأن المحاولات القطرية لضرب استقرار وأمن المملكة تقارير رصدت الانتهاكات القطرية ضد المملكة طوال عشرين عاما ومن أبرزها في العام 2009 اعتدى الحوثيون على جزان بدعم وتمويل قطري وتدريب إيراني وفي العام 2013 يمنح اجتماع الرياضي بحضور المملكة والإمارات والبحرين فرصة أخيرة لقطر غير أن الأخيرة لا تستجيب لهذه الجهود وتواصل سياساتها المقوضة لاستقرار دول الجوار أما صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية فقد كشفت حرص دولة قطر منذ تسعينيات القرن الماضي على أن تكون مصدر إزعاج دائم للمملكة في مسعى منها لإيجاد موطئ قدم على الساحة الدولية وأفاد تقرير التايمز أن سياسة قطر الخارجية قامت على أمرين اثنين لانشغال بفرض البلاد على الخريطة والبحث عما قد يكون مصدر إزعاج للرياض من خلال إطلاق ذراعها الإعلامي المتمثل في قناة الجزيرة التي استخدمتها كقوة ناعمة لتقوية تحالفاتها في الخارج وخلال سعيها أيضا إلى تحقيق تلك الغاية أقامت قطر علاقات مع إسرائيل كما طورت علاقاتها مع إيران فضلا عن الاعتماد على قاعدة العديد الأمريكية لإسناد ظهرها في المنطقة خصوصا أثناء ولاية الرئيس السابق بارك أوباما لكن هذه المباركة الأمريكية لتحركات الدوحة لم تبقى على حالها إذ سرعان ما تداركت الإدارة الأمريكية الجديدة هذه المواقف لتعلن تأييدها لقرار المملكة قطع العلاقات مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب وتقويضها للأمن العربي والدولي لبرنامج هنا رياض ياسر نجم